اسم الدرس وتعكرت صحة محبوبة حل الطبيب بمنزل عمار هو كشف عن محبوبة سألها إن كانت تتناول دواء معينا فبحثت بيد مرتعشة عن قرطاص أخرجته من تحت الوسادة سرعان من تزعه منها عمار مؤكدا للطبيب بأنه مجرد خليط من نبات الشيح لتهدئة أوجاع البطن وأنها لم تتناول منها إلا جرعة واحدة أشارت محبوبة بيدها بأنها أخذت منه ثلاث مرات سكت الطبيب وأخذ يستمع لأنات محبوبة كانت بعض الأنات نصف مكتوم وبعضها الآخر متقطعا يئزك احتكاك قطعتي حديد تفحى سمليا عينيها الغائرتين وبشرة وجهها الشاحب وتسمع دقات قلبها ثم أخذ منديلا وجفف قطرات العرق المتصببة من جبهتها قال الطبيب بعد صمت طويل بأن حالة محبوبة سيئة جدا لكن يمكن تجاوزها فهي على ما يبدو تعاني حالة تسمم قد يكون سببها الخليط الذي تناولته وطلب من عمار أن يسلمه عينة من الخليط حتى يجري عليها التحاليل وأمر بحمل محبوبة حالا إلى المستشفى لإسعافها والتحقق مما تسبب في تعكر حالتها المعاني أولا أضع علامة أمام الجواب الموافق للنص فحص الطبيب عمار فحص الطبيب محبوبة تعكر حالة محبوبة الإجابة فحص الطبيب عمار فحص الطبيب محبوبة تعكر حالة محبوبة ثانياً كانت محبوبة بالكاد تستطيع الحراك أكتب الجملة الدالة على ذلك من النص الإجابة القرينة هي فبحثت بيد مرتعشة عن قرطاص أخرجته من تحت الوسادة ثالثاً أرتب الأحداث التالية بالأرقام حسب ورودها في النص الاستماع لأنات محبوبة وفحصها الأمر باستحاب محبوبة إلى المستشفى زيارة الطبيب لمنزل عمار طلب عينة من الخليط الإجابة ثانياً الاستماع لأنات محبوبة وفحصها رابعاً الأمر باستحاب محبوبة إلى المستشفى أولاً زيارة الطبيب لمنزل عمار ثالثاً طلب عينة من الخليط رابعاً جاءت في النص فقرة تصف الأعمال التي قام بها الطبيب أثناء فحص محبوبة أذكرها الإجابة سكت الطبيب وأخذ يستمع لأنات محبوبة كانت بعض الأنات نصف مكتوم وبعضها الآخر متقطعاً يأزك احتكاك قطعتي حديد تفحى سملياً عينيها الغائرتين وبشرة وجهها الشاحب وتسمع دقات قلبها ثم أخذ منديلاً وجفف قطرات العرق المتصببة من جبهتها خامساً بماذا أشاد الطبيب بعد فحصه لمحبوبة؟ أدعم إجابتي بقرينة من النص الإجابة الإجابة بعد أن قام الطبيب بفحص المريضة ومعاينة حالتها أمر باستحابها على جناح السرعة إلى المستشفى لأنها على ما يبدو أنها تعرضت لحالة تسمم جراء خليط الشيح الذي تناولت منه بالإضافة إلى طلب عينة منه لإجراء التحاليل اللازمة عليه القرينة هي قال الطبيب بعد صمت طويل بأن حالة محبوبة سيئة جداً لكن يمكن تجاوزها فهي على ما يبدو تعاني حالة تسمم قد يكون سببها الخليط الذي تناولته وطلب من عمار أن يسلمه عينة من الخليط حتى يجري عليها التحاليل وأمر بحمل محبوبة حالاً إلى المستشفى لإسعافها والتحقق مما تسبب في تعكر حالتها المرادفات سادساً أعوذ الكلمات المسطرة مما يلي بكلمات أخرى تفيد نفس المعنى تفح سملياً عينيها الغائرتين وبشرة وجهها الشاحب جفف قطرات العرق المتصببة من جبهتها الإجابة تفح سملياً عينيها الغائرتين وبشرة وجهها المصفر جفف قطرات العرق المتضفق من جبهتها أبدي رأيي سابعاً هل كان من الضروري نقل محبوبة إلى المستشفى حسب رأيك؟ الإجابة من الطبيعي أن يتم نقل محبوبة إلى المستشفى وذلك لإجراء الفحوصات اللازمة وتنظيف معدتها وتركها تحت المراقبة لأنها تشكو حالة من التسمم حسب ما صرح به الطبيب إثر فحصه لها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر